اشتركوا في القناة بمزيد من خيبات الأمل وبمزيد من الأرقام السلبية لكن على الرغم من هذا إلا أن الأسواق استمرت في التداول نوعا ما في نطاق واحد أو في نطاق ضيق نوعا ما في ظل انتظار الجميع لتقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة والذي سيحدد أيضا مرة أخرى مسار الأسواق لكن البداية مرة أخرى مع الأرقام التي تم الإعلان عنها يوم أمس وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية شهدنا في تشيكاغو أو مؤشر مدرية المشتريات في تشيكاغو يعني يؤكد مرة أخرى على وجود روكود في تشيكاغو بسبب انخفاض المؤشر مدون مستويات الخمسين للشهر الثاني على التوالي ليسجل مستويات 46.3 في شهر مارس الماضي بالمقارنة مع 45.8 في شهر فبراير أيضا الماضي وهذا الانخفاض يعتبر على الرغم من أنه توقعات كانت تشير لهذا المؤشر يرتفع مرة أخرى إلى 52.5 لكن هذا الشيء لم يحدث لكن هذه أول مرة نشهد انكماش المؤشر دون مستويات الخمسين المهمة التي تفصل ما بين مستويات الانكماش ومستويات أيضا النمو هذا الشيء لم يحصل أو لم نشهد له مثيل منذ العام 2009 يعني فترة الأزمة المالية العالمية لكن على الرغم من ذلك أيضا شهدنا أرقام إيجابية الكونسيومور كونفدنس أو المؤشر الأثيقة المستهلكين الأمريكي عاد للارتفاع مرة أخرى لأعلى مستوى منذ حوالي شهرين ليصل عند 101.3 بالمقارنة مع 98.8 خلال الشهر الماضي وهذا الشيء الذي أبقى على نوعا ما ارتفاعات الدولار الأمريكية مستقرة على الأقل خلال تدولات يوم أمس لكن مرة أخرى هذه الارتفاعات في كونسيومور كونفدنس هي مبنية ليس على الوضع القائم ولكن مبنية على فيوتر هوبس أو ما يسمى فيوتر هوبس أو اللي هي توقعة المستقبل الجيد لكن لن أعلم ما الذي سيحدث خلال الأشهر المقبلة لذلك من المهم متابعة هذه الأرقام بشكل حذر لكن خلال فتدولات الأسوال اليوم شهدنا أيضا المزيد من الأرقام اقتصادية المهمة من أستراليا اليابان وحتى في الصين والتي أيضا كان لديها تأثيرات مهمة على الأسواق وشهدنا حتى انخفاض معظم الأسواق العالمية وحتى العقود الأجلة للأسواق العالمية منها أيضا العقود الأجلة للأسواق الأوروبية وحتى أيضا الأمريكية لكن البداية مرة أخرى من أستراليا مؤشر قطاع الصناعات التحولية عاد للارتفاع إلى 46.3 في مارس من أصل 45.4 في فبراير الماضي لكن الشيء الأهم من ذلك أنه كان لدينا تصريح البناء التي أتت على الأقل من التوقعات نوعا ما انخفضت بواقع 3.2 في فبراير بعد أن كانت قد ارتفعت بواقع 5.9 في ميناير الماضي لكن هذه التوقعات أيضا من جديد كانت تشير إلى انخفاض المؤشر بواقع 3.8 لذلك الانخفاض إلى 3.2 نوعا ما يعتبر نوعا ما إيجابي لكن لا ننسى أن هذا الانخفاض هو أول انخفاض وأكبر انخفاض منذ حوالي 5 أشهر أي منذ حوالي سبتمبر من العام الماضي لكن في اليابان شهدنا أيضا مؤشر تنكان أو مؤشر تنكان لقطاع الصناعات التحولية يستقر عن مستوية 12 نقطة في الربع الأول من العام الجاري لكن على رغم من هذا إلا أنه شهدنا مؤشر الغير الصناعي والمؤشر الغير الصناعي يعود الارتفاع نحو مستوية 19 من أصل 16 وأخيرا القراءة الأخيرة لمؤشر مدرية المشتريات في قطاع صناعات التحولية الياباني عاد للارتفاع مرة أخرى وتم تعديل عفوا نحو الأسفل إلى 50.3 بالمقارنة مع 50.4 والذي لازال عند قرب أدنى مستوى له منذ حواليونيو من العام الماضي في الصين شهدنا أيضا مؤشر HSBC Final Manufacturing PMI أو القراءة الأخيرة لمؤشر مدرية المشتريات في قطاع صناعات التحولية الصيني غير الرسمي من HSBC يعود أن يتم تعديله مرة أخرى نحو الأعلى إلى 49.65 من أصل 49.2 والذي لازال يعتبر أعلى من التوقعات لكن التوقعات كانت تشير إلى 49.3 فقط أما بالنسبة لفضل التدولات المقبلة اليوم لدينا مجموعة كبيرة من الأرقام الاقتصادية المهمة لكن التركيز سيكون في هذه الأرقام على المانيفاكترينج PMI أو مؤشرات مدرية المشتريات في قطاع صناعات التحولية لكل من إسبانيا وإيطاليا لدينا أيضا في سويسرا ألمانيا وحتى في المملكة المتحدة وحتى أن توقعات نوعا ما تعتبر مختلطة ومن المتوقع أن يكون لديها أيضا تأثير مهم على الأسواق لكن التوقعات مختلطة في إسبانيا وسويسرا توقعات تشير إلى نوع من الانخفاض أو الضعف بشكل قليل جدا وبشكل طفيف لكن في ألمانيا والاتحاد الأوروبي أيضا التوقعات تشير إلى نوع من الاستقرار وأخيرا المملكة المتحدة قد يعود هذا المؤشر للارتفاع إلى 54.5 من أصل 54.1 وهذا الشيء الذي قد يكون أعلى مستوى منذ حوالي يوليو من العام الماضي بذهاب إلى فرطة الدولات الأمريكية اليوم مجموعة جديدة من الأرقام الاقتصادية من المنتظر الإعلان على هاليوم والتي في الغالب ما سيكون لها تأثير كبير على الأسواق لكن هذا التأثير سيكون لفترة محدودة ولوقت بسيط جدا في ظل انتظار طبعا جميع اليوم الجمعة الذي سيتم فيه الإعلان عن تقرير الوظائف الأمريكي لكن بالبداية مع تقرير الوظائف من القطاع الخاص توقع تشير اليوم إلى إضافة أكتر من 227 ألف وظيفة في مارس بالمقارنة مع 212 ألف وظيفة في فبراير الماضي أيضا لدينا القراءة الأخيرة لمؤشر موديل المسريات في قطاع الصناعات التحولية غير الرسمية من مؤسسة ماركت التوقع تشير إلى استقراره عند 55.3 على الرغم من هذا إلا أن مؤشر مدرية المسريات في قطاع الصناعات التحولية الرسمية الأمريكية توقع تشير لعودة للانخفاض مرة أخرى إلى 52.5 في مارس بالمقارنة مع 52.9 في فبراير الماضي والذي قد يكون في ملوطة الأرقام طبعا كما التوقعات سيكون الانخفاض الشهري الخامس على التوالي وأدنى مستوى منذ حوالي يناير من العام الماضي 2014 بالإضافة إلى ذلك أيضا construction spending وهي الإنفاق على الانشاءات التوقعات تشير مرة أخرى إلى انخفاض بواقع 10 النقطة المئوية في فبراير بالمقارنة مع انخفاض آخر سجل خلال الشهر الماضي أيضا يناير بواقع 1.1 في يناير الماضي والذي فيما لو أتت أيضا الأرقام كما التوقعات سيكون هو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي الذي لم نشهد له مثيل أيضا منذ بداية العام الماضي 2014 هذا كل شيء لدينا في هذا التقرير المختصر نوعا مع أهم الأرقام التي ننظر إليها اليوم والتي تم الإعلان عنها يوم أمس يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل اجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب لمزيد من التفاصيل وسننشر أيضا اليوم المزيد من التقارير بالتفصيل نحو المزيد من الأرقام وما هي التوقعات للأسواق خلال الأيام المقبلة وأيضا حابوا أسواق العملات وأسواق السلع وحتى أسواق الأسهم شكرا للمتابعة نراكم مرة أخرى ينواد اشتركوا في القناة